السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم ونادي كل الستات معاكم مارو حمد النهاردة عصقت كمية لحمة كبيرة للتفرزات بامر الله لحمة عصقتها مع فول سوية كل كيلو لحمة حطيت معاكم بايت فول سوية فقط قالوكم الطريقة بالضبط كانت موجودة في فيديو عمعينا بس احنا المرة دي هنعملها باختصار 10 البصل كمية المناسبة لك وهتفرميها في الكابة او تقطعيها صغير هتنسلي بيها باللحمة المفرومة بتاعتك وبعدها هتحطي كوباية من الفول السوية تقلب معاها بصي لونها كلها لون واحد كأنه مش منضاف عليها اي حاجة وخالص هتحطي بقى ملح وفلفل البهارات بتاعت اللحمة بتاعتك وهتحطي كمان سنة جنزبيل وارفا خدي بالك ان احنا بنحط كمية ملح وقليلة جدا بعد كده هبدأ اعبيها في الاكياز بتاعتها وزي العادة منشمر الكيس كده لتحت شوية عشان الكيس ما يتلح وص من فوق هتقسميها التقسيمات اللي تعجبك اللحمة ديت انا هاخد منها لحمة للرؤاء وللجلاش وللبيتزا للمكرونة البشاميل وحاجات تانية كتير زي بقى ما يعجبك ممكن تحشي بيها الكوبيبة جزء من اللحمة دية بعد كده هعمل فيه ايه هقطع له الفلفل الالوان الرومي الاحمر بقى والاصفر لو عندك اقدر كمان حطي وهقلبها معاها كويس وكده هيبقى الجزء دوت عندي ليه ليه البشاميل او ليه الحشوة بتاعت البتزا لما بنعمل البتزا الجلاش بتبقى لذيذة قوي معاها شوف اللونه بقى بيبقى جميل ازاي حطتي منه على وش البتزا من فوق حطتي منه مع الجلاش بيبقى حاجة تانية خالص هعبيه هو كمان وكده هبقى خلصت كمية اللحمة اللي عندي اعملي كل اسبوع كيس معاكي زيادة كيس يكون نص يكون كيلو يكون ربع حسب امكانياتك من هنا لغاية او شهر رمضان يهل علينا بامر الله هتكون خلصت الكمية كويسة من التفرزات من غير ما تحسي بيها اهي ما شاء الله شكلها يفتح النفس كلها اللهم لك الحمد طيب هقولك بقى على حاجة كمان ممكن مضفيش فول سوية براحتك فيه ناس بتحب تزودها ببشر كوسة مش يزوديها ببشر كوسة ده كويس قوي لكن ما ينفعش بشر كوسة معاكي في التفرزات هيخلي معاكي قصوص كده كتير ومش لذيذ ممكن لما اتطلعيها تعمل الخطوة دي اتمنى اني اكون افتك ونعهد عليكم يا رب رمضان بكل الخير والصحة والسلامة ما تنسوش تصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم وبرك على الحبيب المصطفى عشان تكونوا شركاء معانا في الخير الدلع الخير كفاعله اللهم اغفر لأمي وأبي وأموات المسلمين أجمعين كنت معاكم مروح حماد ونادي كل الستان اللهم اغفر لأمي وأبي وأموات المسلمين أجمعين ما تنسوش تدعموا لقناة ترجمة نانسي قنقر